الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله والصحبه أجمعين فهذا هو الدرس السادس والعشرون من دعوص صحيح السنة النبوية وأتكلم اليوم عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه في صلاته إلى بيت المقدس بعد الهجرة واستمر على ذلك ستة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا وكان يحب أن يتجه إلى الكعبة بيت الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولي أنك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطره وإن الذين ويوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم فما الله بغاف عن ما يعملون فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يصرف إلى الكعبة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت وإن أول صلاة صلاها منتجه إلى الكعبة في مكة كانت صلاة العصر وصلى معه قومه فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وقد تساءل بعض الصحابة عن الذين ماتوا قبل تحويل القبلة وكانت صلاتهم إلى بيت المقدس فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال محمد بن كعب القرضي ما خالف نبي قط في قبلة ولا سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر شهرا ثم قرأ الشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحن المسلمين والمشركين واليهود والمنافقين فأما المسلمون فقالوا سمعنا ونطعنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وهم الذين أهدى الله ولم تكن كبيرة عليهم وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه الحق وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله ولا كان نبيا لا كان يصلي إلى قبلة الأنبياء وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقا فقد تركها وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل وكثرت أقاويل السفهاء من الناس وكانت كما قال الله سبحانه وتعالى كبيرة إلا على الذين أهدى الله وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلبوا على قبيه ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن له المشرق والمغرب وإنما يولي عباده وجوههم فثم وجه الله وهو الواسع العليم فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتبعونه ولا يصدقونه ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود ونصر لن يرضوا عنه حتى يتبع بلتهم وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من وليه ولا نصير ثم ذكر أهل الكتاب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أين الأرض ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له وفي الضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم ويؤمن بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين ثم رد على من قال إن إبراهيم أو أهل بيته كانوا يهودا أو نصارى وجعل هذا كله توطئ ومقدم من بين يدي تحويل القبلة ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد ثالثة وأمر به رسوله حيثما كان ومن حيث خرج وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى السلاسة المستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها لأنها أوسط القبل وأفضلها وهم أوسط الأمم وخيارهم فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشراع ومنحهم خير الخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم في القيامة خير الموقف فهم على تل عال والناس تحتهم فسبحان من يختص برحمته من يشاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أفضل فضل العظيم وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك إلا يكون للناس عليهم حجة ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت ولا يعارض ملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحظة وكل من قدم على أخوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وإهديهم ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال الرسله إليهم وأنزال كتبه عليهم يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ثم أمرهم بذكره وشكره إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة وأخبرهم أنه مع الصابرين وبتحويل القبلة وتوجيه المسلمين لبيت الله بمكة تمت المفاصلة التامة بين المسلمين واليهود وتمييز المسلمون بقبلتهم فأخذ اليهود في إثارة الشبه والحقد على رسول الله يصور القرآن الكريم ذلك فيقول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء سيقول السفهاء من الناس ما ولم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يدي من يشاء إلى صراط المستقيم وبدأ المسلمون يتوجهون في صلواتهم إلى مكة المكرمة فتحركت شجونهم وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة خمس مرات وزادهم في الظهر والعصر والعشارة كعتين أخرين بعد إن كانت ثنائية فكل هذا كان بعد مقدمه المدينة أعذو الله وعلم وصلى الله وسلم عن أبينا محمد